اروا النجم الاسباني سيرجيو ريجيلون مدافع نادي بريندفورد قصة غريبة حدثت له مع مدربه البرتغالي السابق في توتنهام جوزي مورينيو بسبب الجزائري رياض محرز جناح ماشيستر سيتي السابق ونقلت صحيفة تايمز البريطانية امس الخميس عن نجم الاسباني ريجيلون حبه الشديد للمدرب مورينيو الذي يعتبره وحشا في الامور التكتيكية ومدربا يقوم بالتركيز على ادق التفاصيل الصغيرة وعن حادثته مع فخر العرب الجزائري رياض محرز قال ريجيلون عندما كان جوزي مورينيو مدربا لنادي توتنهام جاء الى التدريبات واجتمع به وابلغه بانه سيحصل على هدية خاصة وهي لحم الخنزير عفان الله وإيكم منه مقابل قدرته على الحد من خطورة رياض محرز الذي كان يلعب حينها مع ماشيستر سيتي واحد نجوم الدوري الانجليزي وفي اليوم التالي اوفى مورينيو بوعده بتقديم هديته الى ريجيلون وهو ما يحيب التأثير الايجابي لمورينيو على ثقته كلعب حيث اوضح ريجيلون ان مورينيو لديه القدر على اقناع لعبه بانهم الافضل وان هذا يعزز ثقته بنفسه ما رأيكم في ذلك شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد